اشتركوا في القناة العاشر ينطلق بحفظنا من الله وتوفيق يحمل تحديات ومنافسات لجعدان من فئة المهجنات الاصائل نتمنى التوفيق دائما للجميع في هذا الميدان تحفظ ميادين سباقات الهجن ميدان المرموم هنا الميدان الذكي هنا تجتمع الشعارات الكبيرة والاسماء القوية والمنافسات العملاقة من اجل الذهب من اجل النواميس من اجل الزعفران ومن اجل ذلك الكلمة التي يطمح لها الجميع الا وهي كلمة الناموس ابدا واسير مباشرة الى المركز الاول الى مقدمة الشوط الى الابداع الاول هناك مع اشقر يتصدر للدكتور سعيد بن سالم الشيخ يتقدم الدكتور ويتحرك في هذا المجال مجال التضمير يتقدم بينما المركز الثاني حضورا من نمرود واصلا بشعار سعيد بن علي بن مبارك بالرملي الاكتب ينتقل الى المركز الثالث الى المحيط سلطان بن احمد بن سلطان بالاكتدة يتقدم انتقل الى المركز الرابع فوصل وتقدم هنا نير الواصل يسالم بن احمد بن دري الفلاحي الشبل وصل في هذه الحضات بالماضي بالحاضر بالمستقبل المشرق انتقل الى المركز الخامس واتجول ما بين هذه الاسماء الشهيرة والشعارات الكبيرة يورانيوم بد هنا ينطلق هذا المفاعل النووي يتحرك اليورانيوم لايضا سعيد بن خلفان بن كراز السبوسي يتيع للمركز السادس في هذه الحضات بينما المركز السادس هذا اللي ذكرنا على المركز الخامس اما المركز السادس فوصل الديب الديب سعيد بن احمد بن دارية الفلاحية شاعر الغمة غمة على غمة وذوق غمة ذوق وجمال وقرة وهذا انتقل الى المركز السابع في هذه اللحظات وصل الباج وصل علي بن حمد بن علي بن راشد بن مكارح بن مكارح بن مكارح ياتي في هذه اللحظات ومن القادم من اللي وصل من اللي تحرك على المركز الثامن هذا مشكل لسعيد بن صالح بن سعيد القريصي ياتي على المركز الثامن وتاسع المراكز هناك مع معالج لحمد بن انحيان بن سالم العامري وصل الداهية من انتزع الرمزين من انتزع الرمزين كاس باليمين وبندقية باليسار وهكذا عادات الداهية انتقل الى المركز التاسع وتاسع المراكز هناك وصل فيه وتحرك تحرك مبلش مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يصل على المركز التاسع ويتقدم بطل من ابطال هذه الرياضة اما المركز العاشر فهذا الشجاع الذي يخوض ما بين الشجعان يتقدم الشجاع انبارك بن حمد بن ترعيب بن نايف الحاجرية هذا هو النداء للمراكز العشرة الاولى المتقدمة المتحركة الباحثة والطامحة من اجل الفوز والانتصار هنا في هذا الميدان الكبير الذي يجمع الكبار الذي يجمع العفالقة الذي يجمع النجوم المتألقين والمتميزين من الملاك والمضمرين اعود الى المركز الاول اعود الى الصدارة الاولى الى الى اشقر الى اشقر يا دكتور يا دكتور ركز 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 وتابع هنا مع الاداء الجميل هذا اشكر لدكتور سعيد بن سالم الشيخ ياتي على المركز الاول اما المركز الثاني فنمرود نمرود لسعيد بن حلي بن مبارك بن رملي الاكتبي ياتي مع المركز الثاني انتقل الى يورانيوم لسعيد بن خلفان بن كراز السبوسي انتقل الى المركز الرابع ورابع المراكز الحضور الجميل واللفتة الجميلة والاداء الاروح يبدأ في هذه اللحظات من الذيب الذيب يا بندري يا بندري يا الشاعر وصل في هذه اللحظات سعيد بن احمد بن دري الفلاحي بطلا يتقدم هنا معاصر لهذه الرياض يسير يسير ويتقدم على المركز الرابع ما بين الاسماء بن انهيان بن انهيان يصل في هذه اللحظات بانطلاقة معالج حمد بن انهيان بن سالم العامري هنا ياتي هنا يتقدم ومبلش لمانع بن علي بن عمد الشامسي اجتمع العمالقة اجتمع النجوم اجتمع الابطال من اجل الفوز والانتصار في جميع اشواطنا القوة في جميع اشواطنا الاثار في جميع اشواطنا المتعة حاضر مع المسافة الثمانية كيلو مترات المسافة الماراثونية المسافة الماراثونية الله يا سلام يا سلام لكن الدكتور متمسكا بالمركز الاول متمسكا بحبل الصدار معانقا لصدارة هذا الشاط يقدم لنا شعار ويقدم لنا ابداع ويقدم لنا اشقر سعيد بن سالم الشيخ يا الدكتور انتقل ما بين الاسماء القوية الحاضرة المجازفة والمنطلقة من انطلق من سارة نمرود سعيد بن علي بن مبارك بالرمل الكتبي بندري 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 يصل هنا مع انطلاقة هذا الاندفاع الجميل وصل سيف بن سعيد بن دري الفلاحي يتقدم الشاعر يتقدم الشاعر وابن الشاعر ابن الجري في جرأتنا يقدمها في هذا الشاط ولعت 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 المنافسة وفتات المنافسة هنا من ايضا بن حماد قادما في هذا التحدي في هذه الاندفاع الجميل وبن انهيان يقدم لنا امعالج امعالج حمد بن انهيان بن سالم العامري ياتي بالمركز الثاني ومبلش بالمركز الثالث لمانع بن علي بن حمد الشابسي يتحرك ينطلق هنا في هذه الاندفاع الجمال رابعا بن دري لكن المنافسة الغوية ولعت مبكرا ما المنافسة المنافسة الالف واربعمية متر الاخيرة الالف واربعمية متر القطيرة المثيرة استقام الخط استقام الميدان والكل يدلو بدلو من اجل الفوز من اجل الانتصار الجميل اذا هنا معالج حمد بن سالم بن انهيان العامري ابناء الهير ابناء الجبيب ابناء الجبيب ووصل في هذه اللحظات الواش الحميد بن مبارك بن نايع المنصاري تجاوز الى المركز الاول وتحرك مبلش لمانع بن علي بن حمد الشامسي على المركز الثاني يوسلوم المعركة الطاحنة المعركة القاتلة المعركة المرعبة في كيلو الرعب في كيلو السرعة في كيلو الابداع وصل بن دري يقدم لنا انصلاقة ذيب الثيب قادم الثيب قادم وتحرك ايضا وتحرك في هذه اللحظات مرموق خليل براشد بن علي الشامسي الشامسي العامري الشامسي القادم في هذه اللحظات وبن دري وايضا الشامسي هناك على المركز الاول مع مبلش 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 ابلش هم هنا مع الابداع الاخير مع مانع بن علي بن حمد الشامسي هذا بن حمد هذا بن حمد وهذا ابداعات علي بن سعيد الزرعي يبدع يمتع يتميز يتألق يطير بالسلام يطير بالفوس يطير بالابداع الجميل دهانينا لمانع بن علي بن حمد الشامسي ابدعتوا في هذا المساء وصيفوا للرمز مرتين وانجازات متتالية دهانينا لمانع بن علي بن حمد الشامسي والتانية لعلي بن سعيد الزرعي بالتضمير المركز الثاني الديب وصل على المركز الثاني او هناك مرموقة لخليل براشد وعلي الشامسي المركز الثالث هناك كان شعار بن كليب بن اثى في هذه اللحظات مع انطلاقة المركز الثالث المركز الرابع هناك كان الادا جميل ومتميز ولكن التوقيت الزمني المرافق لمبلش لحظات وصوله اطنع عشر دقيقة اثنين وعشرين ثانية ستة اجداء من الثانية تهانينا لمالك مبلش مانع بن علي بن حمد الشامسي من تألق وتميز بينما المركز الثاني الحضور الجميل والابداع المميز هناك اطنع عشر دقيقة ستة وعشرين ثانية وستة اجزاء من الثانية اللي وصل فيه مرموقة خليل بن راشد بن علي الشامسي من وصل على المركز الثاني والمركز الثالث هناك كما شاهدتم ايضا عبر هذه القناة التي تتابع لهنا هذا الابداع الجميل كان شعار مميز قادم بالاداة الجميل والتحدي الرايع من خلال تواجد ايضا هذا اشعار اذا انتهانينا والناموس للجميع